طبعاً يالي اتصال من أحمد الشحومي وقال لي بجراحه نحن نبين كرمك بخصوص المبادرات اللي قاعد تسويها بالكويت في شتى المجالات في الزراعة، بالشوارع، بالأماكن هذه فالحمد لله يعني من خلال مبادراتنا شفنا فرحة كبيرة على الشعب بالكامل فما قصروا ديوان الشحومي كلموني قالوا لي تعرفاً نكرمك وتغديراً على الجهود اللي قاعد نسويها طبعاً الصعوبات وايد خاصةً نحن قاعد نسوي أشياء إنشائية قاعد نتعامل مع حكومة، قاعد نتعامل مع شركات خاصة، مع مبادرين فالتنظيم بين كل هذه الجهات ممكن هي أصعب شيء ولكن الحمد لله احنا وصلنا مرحلة الحكومة قاعد معانا قاعد تدعمنا بالتصاريح، الشركات الخاصة قاعد تساهم معانا مادياً عشان نبادر ونغير الدواوين الكويت فاتحين لنا بيبانهم كدعم معنوي فاليوم الجهود هذه لما تضافر نسوي شيء وايد كبير الشاب الكويتي أنا أحب أقول له ترى إحنا ماشيين في عهد جديد عهد تفائل، عهد إصلاحي، تطور لا نتحلطم، لا نشوف الجانب السلبي، دائماً شوف الجانب المشرق اليوم إحنا قاعدين نلامس هذا الواقع، قاعدين نشوف الأشياء الحلوة ومتفائلين وحاب أقول لكم الصبر جميل والأشياء اللي آية وايد أقوى طبعاً هنا أصلاً فريقنا فيه نساء معانا بالفريق بجرح يغير معانا أنفال معرفي بالعكس وحنا مبادراتنا كل أعلى عمار، كل الفئات، كل طياف المجتمع لما أطلق مبادرات تقريباً 3000 شخصيون كلنا رايحين عشان لكويت، ما يهمنا لا مذهب، لا قبيلة، لا شو اسمع؟ ومثل من تعارف يعني كل شيء عشان لكويتي هون